من صدفان بدي رحب بكل سماعة برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين اليوم رح نحكي عن أربع سنين اشتقت شقلة بتحياتنا فيهم كيف تشقلة بيت ضيفتنا رح تخبرنا بس ولا واحد مننا زمط كيف وليش التفاصيل بمسرحية مونوبوز لعب على الكلام كمان إلو تفاصيل ضيفتنا بإخراج كتابة وتمثيل قطعت نفسنا على مدار شي ساعة ونص لأنه أخدتنا على الجبل نزلتنا على الجحيم طلعتنا على السماء أخدتنا بحلم حطتنا بواقع ورجعتنا على الأرض بتي توتل أهلا وسهلا فيك ليش هم تتطلعين حلم المؤديمي أنا ما بدي أدأسر بس دايما بس هيك تحكي هلا كتير كتير مبسط بيالي قلتي هلأس أخدتنا شقلبتنا عن جات شقلبتنا لو هايدي الشخصية هيك مشقلب كلها سوا من جوا وحاولت إنه مرق هيدا الشي أربع سنين غايبة عن المسرح أربع سنين رجاتي بعمل أنا بدي أقول يمكن بيحكي عن أربع سنين بس بيحكي عن الأمهات وما فينا نحضر مسرحية مونو بوز ما نفكر إلا بأمهاتنا يلي الله يرحمون ويطول بعمر أمهات اليوم يلي الأم هي ما بعض شو بقوله محرك الحياة هي صانع الحياة ما بعض شو بس ما حدا نبينتبه قديش بيكون عم تتألم بدي أقول بالبداية إذا حاببت تعيد أمك السنة أو تعيد أمك بكل بساطة للذهاب وللألماز وللسفر ولشي فشلة خلقة قد مسرحية مونو بوز ما علي فيكم فشلة خلقة لأنه رح تشوف حالة هي على المسرح وبلك إنتوا بتاخدوا رسالة تغيروا شوي سلوكنا أنه صعبة 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 رح تترك لقالك هلا تعرفينا على المسرحية ونرجع نغوص فيها المسرحية يعني هي بفتكر بالعنوان واضحة مونو بوز هي إمرأة بتقرر تاخد بوز لحالة وبتختفي عمداً بتسكر تليفونها وبتلتج إلى بيت جبلة بيت صديقة هونيك رح تلتقى بشخص ما رح قول كيف وليش تم أفضح المسرحية وفعلياً اللعبة على الكنام مش إنه هي بس مونو بوز عم تاخد بوز لحالة مثل مونولوغ مثل مونودرام لا هي هالمرأة بيها الفترة الزمنية من حياتها العمر يلي عم تعيش كل هالتقلبات وعم بتخد تجربة المينو بوز يلي هي بحد زيتها مؤلمة لكل إمرأة وهيداش بيقولوله سن اليأس ولكن مش لأنه هي عم بتعيش سن اليأس لا مش كل النسوين يلي بعيشوا سن اليأس لا بس نحنا لأنه المرأة اللبنينية في كتير ضغوطات وإشياء بتيأس بحياتنا اليومية يعني إذا بدك قدرتنا على الاحتمال صارت أقل صارت يعني صارت كتير فراجيل هالمرأة كتير فبالتالي مش لأنه هي بس بسن اليأس في كل الإشياء يلي ما رأنا فيها بهالأربعة سنين ويلي بتيأس يلي بعد لليوم نحنا ما قدرنا نبلعه ونظهر منه وطبعا فيه العنصر الأساسي هو أنه اليوم تفضلي كفة 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 بلنا نطلع على التيك توك تأخرنا شوي بس ما بسيطة في أنه هالمرأة يعني نحنا لما بتكتبه مسلحية هلا بيكون في مكان زمان معين وشخصية معينة عم بتعاني أو عم بتعيش أزمة هي عم بتعيش أزمة عم بتعيش أزمة نفسية صحية ويمكن عائلية متل ما كل الكوب اللي بيمرؤ فيه ولكن الأهم إذا بدك هو هالأربع سنين يلي تراكموا وأنا ما حبيت أحكي عنهم مباشرة بالمسرحية لأنه أنا شو ما بدي أكتب عن الانفجار وشو ما بدي أكتب عن تدهور الليرة لبنانية وعن كورونا وعن المشاكل السياسية والثورة شو ما بدي أحكي رح يكون كلامة فارغ بالنسبة لعبسية الإشاة العشناها العبسية العشناها تتخطى الكتابة يعني لو بدي أنا روح بالخيال بس أوقات بكلمة وحدة يلي بلشت فيها عتبلو الكهرباء صح خلصنا اختصرنا الموضوع من الأول للآخر ما هيها ما رحقولش هي الكلمة فبالتالي أنا حولت إذا بدك ترجم وقع هالأربع سنين الكونسيكانس شو صار فينا شو صار بالشخصيات شو ممكن صار بامرأة تشتغل هي فعليا معلمة ما رح أفضح بامرأة عائلة شو صار بالكوبل ككوبل لأنه بينسوا العالم أنه هالضغوطات بمطرح ما خربت بيوت مش بس يعني خربطتنا من جوة مش بس بالاقتصاد ما هي خربت يعني خربت بيوت فبالتالي طبعا إحنا بالمسرح مننتقل يعني من يعني من نرتكز عشي عشني لمسني وأنا بروح فيه لبعيد يعني مش ضروري كلش صار أنا عشته مباشرة بس إذا مش أنا عشته غيري عاشه وإذا هيدا الشعور أنه واحد يختفي يبج يهج يروح ينسى يعني هيدا الشعور كلنا تمنينا أنه هالكيبوس يخلص فهمت شو قصدي؟ فبالتالي حاولت أعمل مسرحية بسيطة مش بسيطة؟ هي بتحسيها بسيطة بسيطة يعني القصة بسيطة إذا بتشوفي الموجز امرأة تختار تختار هي عمدا بس لأنه بفتكر العالم ما قادرة تتحمل فزلكات والعالم بحاجة تضحك وحاولت ضحك كتير وبحاجة تفكر من وراها تضحك في وانت بتعيد النظر إنه عشو عم بتحك هو فعليا ما في شي بيدحك بالوضع ولكن البنية اللي درامية كيف أنا خلقتها الشخصيات وكيف بيلتقوا وكيف بتصير وكيف تتطور الأحداث وهيك الكوميك دو سيتيوازيون يعني الكوميك دو سيتيوازيون الكوميديا الموقف يلي هي طبعا الكوميديا الأنضف والكوميديا اللي بيرتقزوا عليها يعني الكتاب جمالا وهيدا اللي بحب أعمله يعني مش إني أنا انتبهي يعني أنا مني ضد حيالا كوميديا نوع كوميديا بيمرو أنا ضد الابتزال بغض النظر عن النوع ضد النكتة الرخيصة الكلام البزيء ولكن كابت بحب اكتب مسرحية فيها بداية فيها عقدة فيها تطورات فيها نهاية فيها شخصيات فيها شخصيات يعني بنايتهم من يعني من وراء قراءات من وراء اني تحدست مع الناس سألت يعني طبخت الطبخة عرواء نعم شو طيبة مس بتي توتل أول شي استقافتك فرانكوفونية أنا وعم بسمع اختياراتك للأغنيات الشرقية صدمتين شوي هلقد بتسمعي انكلسوم هلقد زويق بالخيرات هلقد أسقطت الحالة على الغنية الغنية على الحالة في شي كان رهيب المود يعني المود المزاج الإقاع الموجود كان بالمسرحية ما بعرف كان رائع شكرا تعلمت تعلمت من ما بعرف ما قال لك شو أنا بسمع بسمع كتير موسيقى وزا يعني زو وسمع كل شي ثقافة فرانك فرانك فونية أكيد ولكن ما تنسي أنه أنا عام لست سبعة كمان مواسم ستر أكاديمي فتعرفت على كتير أغاني يعني وأنا بحب أم كلسوم وبحب أسمهان وبحب عبد الحليم يعني لا بحب الأغاني وملحم بركات وفيروز يعني بحب كتير الأغاني العربية وفعليا أنا بكتب كمان يعني الغنية هي بتحيلة أوقات مشهد صدقينة يعني الكتابة شغلة كتير غريبة أنت بتعرف ممكن تقدي ثلاثة أيام أربعة أيام ما تكتب ولا كلمة الفكرة لأنا أهم من الكتاب الفكرة وبعدين بلحظة تشوف هيك تدفقوا الكلمات أخدتي ورقة بياخد أوقات يلا ورقة بكون عم بطبخ أنا بالمطبخ عم بعمل عم بعمل أي شي تشوفيني أخدت ورقة ستبكتوك بكتوك لأنه عم بتبرددن براسة يعني أوقات الموسيقى هي بتحيلة شي أوقات بكون عم بفتش على فكرة معينة أو على كيف بدي اكتب فكرة معينة بصير أسمع أغاني برق هي بتسعدني كمان وبقرأ كتير أنا بقرأ كتير فبالتالي يعني كتير أشخاص لفتولي نظري على الموسيقى والشوا والميكساجات المعمولين لأنه نحن لعبنا كمانا بكل والصوت يعني الصوت إن كان موسيقى وإن كان الشخصيات الأخرى اللي عم تدخل بالموسيقى هلأ رح أحكي بس بخصوص الموسيقى مرأة جملة كتير مهضومة بتقولي أنه من مرن التلفون وبتعرفي أبدا يسائل حرام في ناس كتير عندهم ذات الغنية لا بس هي مزهية لأنه المرة جاية وعم تسمع يعني غير نوع موسيقى وهي بمعنى سائل لأنه لأنه كسر لكل الموت طبعا يعني عندي ما رح نقدر هي كانت بغير مطار محضر حضرا الأجواء الأجواء جسما بقى بس لا أنا هالغنية على فكرة كتير بحبها وبشكر يعني فينا مشكل حسين تديك يعني اللي سمح لإستعمالها بالمسرحية لأنا أنا أخدت إذن طبعا منهم من خيو السيد علي وقالولي استعماليها كيف ما بدي يكون إحنا منفتخر إنه عم تستعماليها للغنية ضمك عصداري أي كتير حلوة وكمرة وكمرة ما تركاج ما تركاج هيدا بخصوص الموسيقى المود يعني بمحل كنت شوي جريقة بدون ابتزال بدون ابتزال حتى مشهد الحبل مشهد يلي أسستي للمشهد الأخير طبعا الملايط ما رح نفضح كتير إشي بس بإطار الإشارات نحن عطيها طبعا قديش كل مرة بحاجة لهذه اللحظة وقدي بتي هي هيدا انتفضت بلحظة ما بحياتها بالأربع سنين تتقول كفا مع أنه الدعم العيل اسم الله اي حمد الله اسم الله أنا يعني أي جريقة ويمكن يعني أنا ككاتبة مسرح ومخرجة ومثلة ويمكن يعني أفضل طريقة أنت ترجع تتصالح مع حالك وتتصالح مع الإشار عن بتعيشي وتتصالح مع الأمور ومع البلد ومع مع كل شي أنك تحكي تحكي يعني كون عنديك الجرقة تحكي بالأمور أنه إيه أنه بالنهاية مش عيب يعني أنا مني حدا بدجاري بيهرب من عمري أو يهرب من المشاعر تلي بتحس المرأة بس بشعة حالك بالحكة مش نحن ما شفتنا كل شي البشعة بس أنا ما بحكي عن حالي أبدا أنت ماد شيفتي بس هي المرأة بتحسه يعني هي لو ما إنه ظاهر بس هي بتحس حالة تغيرت بلو ما فور بقى إيه إنه بتحس حالة لما بيضيق الفستان لما بتحس إنه فيه شيء أشي عم تتغير إيه هي بتحس حالة لو أنت شفتيني إنه لأ بعد يكي منيح يعرفته قصدي بس ما هو هيدا الشي بتحسه كل مرة يعني وبتعمل كل شيء أنا في جملة بورة بتعمل كل شيء تترجع تحس شكلها مقبول لأنه هي اللي ما بتكون قبلانة شكلها مثل ما هي ما بتكون قبلانة كل الإشي اللي ما رأيت فيها فيه إشي بتنفرض عليك بالحياة طبعا مش كل شيء بتختاريه فهلأ أفضل طريقة يمكن أنا لقلي ما باعث هلأ كل حدا بتصرف يعني أنا لقيت إنه أفضل طريقة إنه ترجم إن كان حب لعائلتي أو حب لزوجي أو حب ل أو المشاكل يعني مثل كل كوب اللي بيمرق فيها مش عاب يعني مش إنه ما في يعني بيجي بيقلك إنه لأ وما في لأ كذب كل كوب اللي بيمرق بأزمات كل كوب اللي بيمرق بمشاكل كل كوب اللي تأثر بالدول تبهي بالإشي اللي برقنا فيها كلها فشينا خلق يعني ببعضنا فشينا خلق قعدنا بهالبيت سنتان سوري يعني كل شي جمعني للولاد اتاخد كل شي برجع بل شي من السفر أنا أنا في فترة اتطريت روح اشتغل بالسعودية اترك عائلتي وولادي وروح كل أسبوعين روح واجي عملت يعني أنا كان شغلي هون ماشي كل شي كان تمام عرفت إنه تبهدلنا شوي ما احتير يعني أنا كتير يعني بعدين بعدين بالحال شوي محظوظة إنه إجاني فرصة إنه ارجع اقدر روح اشتغل شوي بدماني بره ولفترة صغيرة يعني أربعة شهور بس إنه ما تأثرت ما تأثرت الولاد ما تأثرت العائلة ما ما انفجار أنا راح بيتي راح مكتب جوزي راح أمي تضرري 48 ساعة بالمستشفى بسواء إحنا فقدنا كل شي بأربعة بلحظة فقدت البيت والمكتب أنا بيتي عم أفرق مستشفى الروم يعني كمان أنا بهالفترة الزمنية من حياتي كأمرأة شو بدي ضل عمر عشرين يعني ما بيستحي أنا ما عندي هالمشكلة ما عندي هالعقدة إنه لأ لازم نضل نبيني إنه صغار وحريو أوكي إنه لازم الوحدة تتقبل نعم ولعاكس كلمة بتحكي فيها للقصة كلمة تتقبلية كنتي عم تقول إنه اليأس اللي نحنا عشنا مش لأنه وصلنا اليأس شو بحضرون نفسيا بدك تاخد مثلا الفرصة تبعيتك الرحلة تبعيتك إنه كل شي مش لنت تتحضر إلى هيدا اللحظة نحنا مين عم يتطلع فينا بسن اليأس إنه نكون عم نتحضر لمواجهة اليأس نغرق أكتر باليأس باليأس أكتر يعني أنت اليوم صارعاً ما مناعت يأس أنت بسن اليأس يعني ما توخزيني يعني لما أنا بلشت أشتغل من ثلاثين سنة أنا عمر عشرين سنة بلشت على المسرح لما أبلشت أشتغل وعمر وحط وجمع ولوصلت للإسم لوصلت لعمل الإسم لحالي ولوصلت لعمل جمور ولوصلت لقدر يعيش من مهنتي ومن المسرح أنا آخر فترة كم تعيش من المسرحيات اللي عم بعملها إنه يجي حدا يعني يقلك مارسي أورفور هيدا كله بدك تنسي كل شي جمعت يرجع يبلش من السفر كيف يعني؟ فهمتش إنه إنه برة أكيد مش بس بيحضروك ما أنت فعليا بها العمر هيدا يمكن إيه يمكن بطلت بعدنا مثل ما كنت عم تقولي إنه أنت بشعت حالك وكبرت حالك يمكن بالشكل هيك بس من جوة كلنا حسينا حالنا خطيرنا فجأة ليه لأنه شلت عم تقولي اف أنا هلأ قبل خمسين بدي أرجع أعمل طب ما أنا إذا بدي يعني إذا بدي الثلاثين سنة اللي اشتغلتون أنا والمكسيموم يعني عندي كان الصحة المزبوطة طاقة الطاقة وكل شي هل ثلاثين سنة أنا هلأ إذا بدي هلأ أرجع أبلش عملا ما رح يسمح لي أنا بدي أقدر على الثمانين نطبل على المسرح وأشتغل وأكتب وقوم وأنت شفت ساعة ونص أنا ما بظهر من المسرح ما رح يكون عندي لا الصحة ولا الإنرجي هلأ وهلأ هالمرة ومن بعد هالإنقطاع أربعة سنين وهيكا عم تمر كنا عم نحس حالنا عم نتعب بسرعة يعني لما نقبل كنت أنا روح أعلم قبله الظهر وإتدرس الولاد وإرجع روح على المسرح ويكون عندي تصوير إقدر أعمل خمس إشة ست إشة بنفس النهار هلأ ما بقى أقدر ونرمال ما العمر إله حق يعني اليوم إذا عندي عرض بحاول ما أعمل شي تاني أو إذا بدي أعلم علم ساعتين مش ثلاثة مش أربعة يعني بحط كل تعليمي هلأ التنين ليلة ثلاثة أربعة خمسة عندي عرض جمعة سابت أحد عندي عرض قبل لا قبل كنت قوم مع بكير مع الولاد وحضرهم للمدرسة روح علم إرجع إجئز بس هلأ خلص بنتي توتل بدي أحكي شوي عن التقنيات يعني اشتغلت كتير بنت عصرك كنت عن المسرح بنت عصرك بالاتصالات بالتقنيات كيف قدرت أنك تجمع كل هالتقنيات والترجمية بعمل مسرحة ما فيك تعملي إلا بوز و بلاي ما فيك تعملي غير شيء أنا هون بدي أوجه كمان شكر للفريق التقنية اللي معين وهن كلهم من طلابي إن كان بالجامعة الياسوعية ومن الجامعة البنانية فعليا هيدا الشغل أخذ كتير وقت لتسجلي لأنه فيش خمس شخصيات عدل ممثلين يعني إحنا ممثلين على المسرح في خمس شخصيات رح يكتشفوا من الجمهور على المسرح وهول كلهم بيبينوا بطريقة مش إعتيادية فبالتالي ما رأنا قضينا كتير أوقات بستوديو لنشتغل لنتمرن لنسجل وكتير وقت لنتمرن تكون إذا بدك السنكرونيزا تتنسق أنت الحكي مع يلي عم تسمعي ومع يلي عم بيسير مع في عندي فريق تقني بوجه له تحية طبعا ريمون أفتيموس ريتا الباشا وديع أفتيموس جانبير عبدي كتير كانوا موجودين وقابل حاج يعني السجلنا فيه وبدأ أشكر كل الأشخاص يلي هن نحطوا صوتهم أفتيموس زوج واحد زوج واحد أنا عندي زوج واحد على المسرح ما بيكونوا اثنين وزوج بالحياة الله خليكن باركم ميسي وتانية عوض غرة بدي إلا لتانية شغلة أنا من المعجبين بصوتها وشخصها وإنسانيتها بس شو حبيت الفكرة لو التلفونات بيعملوننا رسالة عقياسنا رسالة عقياس مع عقياس زبون واحد صح مستهلك واحد إنه كتير حلو يحبيت الفكرة يعني التانية عوض غرة في مها مها هاشم يعني هي سحبت حقيقة بالحياة ولادي مونيا سفير وندي سفير مش هك كان طبيعي كشفين مش هك أنت حسيت إنه هل قد الأشياء حقيقية لأنه هي حقيقية لأنه ما في تصنع هلأ كل إذا بدك حاولت بالإخراج وبالفكرة بالبنية الدرامية روح إذا بدك للخيال وللشعر لأنه فيها منحة شاعرية لمسرحية للحلم يعني حاولت بالإخراج قد ما الإشياء حقيقية حاولت بالإخراج وبالموسيقى وبهالتقنيات هيدور روح للأماكن البعيدة للجنون للجنون لأنه فيه جنون بالمسرحية وبالإخراج بس بتحسي جنون مضبوط 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 لأنه مثلا قصة الحلم ظهرت وبعدنا أفكر كيف ما رح أقل له المشهد إخراجيا شي للنص شي للنص كيف تركب المشهد إخراجيا بشارشة هيدا هيدا نهار شغل هيدا نهار نهار شغل نهار يعني أنا لما بيجيني رسائل من زملاء من كتاب مسرح من مخرجين كبار وقسامي وبيقولولي ما بقى عم نشوف هالشغل هيدا هنيكي إنه بعديك عم تشتغلي على هيدا النمط إنه ما بحب أنا يكون في شي أقل من يلي كنت أعمله وأستيس كاميل سلامي بعتلي هك رسالي قال لي بعرف أنا أنا بعرف قديش هيدا الشي اللي شفته بده وقت وما بقى حدا يعمل مثل ما أنت عم تعملي هلا لأنه مشغول بأربع تقنيات على الأقل يعني حسب أنا ما عندي خبرة تقنية بالتنفيذ بس على الأقل بالشيشة بالموسيقى بالفيديو كل شي بالإضاءة كل شي لأن الشغلة تنشي مشهد تاني يوقف لقلبي غير هيدا المشهد منرجع لك تقنيات بقى شوي مشهد تلفون عالق وحوار ماشي صح ما بعف إذا صح قلت الفكرة صح صح إنه شو هيدا وقف الزمن الخيال عم يشتغل أختينا لمحل حوالنا نعمل هيدا شي معانه الحوار كتير حلو كتير بسيط بيناتهم يعني أنا ما بدي لنعزهم الجمهور يحضر المسيحية مش لازم نفضح لونيها نعم نعطيهم المفتيح نعم نعطيهم المفتيح إنه رح يشوفوا شي بنفس الوقت بسيط جدا مضحك وإنت شفتوا حسيتي قدش كانت العالم عم تضحك بس بلحظات بده يوقف قلبون متل ما بتوقف الاشياء بالحياة نحنا كلنا وقفت حياتنا بمط إذا بتفكري فيها هالأربع سنين بأربع قاب وأربع سنين كلنا في عنا هيك متل لحظة حسيت هيك وقفنا جمدنا وأوقات بتقولي ياريت فيني انحيون يعني ياريت فيني هولي اخفيون بنقي أنت ما فيك تخفيون بتقرر أنت تختفي شو حالو شو حالو على سيرة التقنيات قديش تغلت أبحاث تتقولي في بديل عن التليفون كتير اي 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 لأنه أنا وحطيتها بالبروشور على فكرة تلفنت يعني وسألته كيف بتصير الأمور وهيكي وجهاز خاص اي بقى هو هي هو جهاز موجود بس ما بقى يستعملو كتير بس موجود هي يعني الخدمة موجودة فعليا بس لا تستعمل لأنه بيوجود الواتساب بس هي فعليا إذا بديك تمشيها للخدمة فيك تمشيها فيه ناس بيمشوها للخدمة هلأ بيمشوها أكتر على الخط العادي بس فيها تتمشى على السليولير كمانا وهي لأنه ما بيقدر أغلط بهال يعني هوني كمان اشتغلت مع مهنسة تليكم يعني تلكوميكاسيون اتصلت هي بألفا وبتاتش وحكيتني ونسأنا وجبتلي المزبوط شو الكلام يلي بينقال وشو التقنية اسمها شو شو اسمها التقنية رسالة صوتية أو voice email voice email بتجيه على التلفون ايه هي option اتمنى تستعملي ايه لا هي يعني هي انت بتسكي خاطيك وبتحوليها على شي تاني بس لأنه نفهم شو سي ايه مزبوط احلى مشهد واتبلشت تزاكع على مين على على مين عبو خالد لا لا على الزكاة الاصطناعي ايه شات جي بيتي اه شات جي بيتي لا لا شو صار هلأ عنجات خليتي يحكي هولي ورديت عليه أو انت ألفت له النص ورديت عليه هلأ عنجات خبريني كيف صارت القصة كيف انا ايه سألتي انت عن الرياضة الروحية ايه طبعا طبعا عملت رشاش بقلي انا بكتوب يعني اكيد ف طبعا ضرورية بكتوبة ايه انا جبتون هيدولي جبتون انا عم بقول انه وصراحة انا كنت هيدا المشهد يعني لانا لما بكتوب بكتوب بكترة بعدين بشحل يعني عندي تندانس يكون خزارس سرسارة وبعدين منصير نشيل بفضل هيدا الشي من انه تصير انت عم بت يعني 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 ماهو كيف بدي قولها تقدحوش هيك يعني مشاهد بقلبه ونعرفت اتا لا ف كنت كتبه خمسة صفحات يعني هو صرت شوف شعب يطلعلي يطلعلي اشي كتير ومزبوطين يعني ما اخترعت شي من هولا ليه بقوله يعني بس اكيد رجعت نقيت عملت ثلاثة سيليكسيون يعني خففت رجعت خففت رجعت خففت لا تركت هيك كم وحدة ده قدر علق عليهم انا لانه كنت بده شي بيرتوبت بيلي انا عم بعيشه عرفت ايه بس ايه الكتابة بده وقت هلا طبعا الكتابة بده وقت وبده انه تتخمر الافكار وبده انك يعني ما تحرق الاتابات وانا الكتابة المسرحية عفكرة يعني انا درست وبعلم فكتير حريصة انه يلي بده يجيح ده المسرحية يعني ما يحس بملل ما يحس بنقص ما يحس انه انا طرحت شي وما كملته للاخر او انه فتحت موضوع وما ربطت ايه يعني فيه الى قواعدة وفيه الى اسس و ومع الخبرة ومع الوقت والعمر والتعليم لاني بعلم هيدا الشي وبحضر كتير افلام وبحضر كل شي مسرح وبقرة كتير يعني بتنمي هيدا 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 ناحية بتي توتل انت وعم بتعملي المسرحية ملتينا درس قواعد شنا شو قصتك مع القواعد باغلب المسرحيات بتتناولي هيدا الموضوع ازمة اللغة العربية مع ولادك شو القصة اخ يا حال ايها بقلك شو الازمة الازمة انه انا بدرس ولادي انا بدرس وانا بطبوخ وانا بعمل يعني انا وهي بتغسل وبتنش اهمة شي بتنشر لانه ما رح خبركم قصة الملاقص والشاركة بس هلا ايه انا بعمل كل هول ما بستحي انا ورا كتير جدا على الارض يعني وبعمل شوبر ماركت وبطبوخ وكل شي انا هيدا الايكون هيك انه الستار لازم عطول تكون انه ما بتطالية ولا بتطالك لا لا انا بعيدة كتير عن هيدا الموضوع فدرس واربع ولاد الله يخليهم الله يخلي يعني وانا هلا عم درس الرابع ما في شي بتحل قلبي الا قواعد يعني احنا فعلا فرانكوفونية كتير والمدرسة اللي هن فيها كتير فرانكوفونية كمان والعربي اللي بيكتبوه غير العربي يعني الولاد دايما عندهم صعوبة لانه ما بنقرأ يعني ما بيقروا شي يعني اللي منحكي فبالتالي ايه ايه فولاد بيحكوا عربي غلط او قد يعني ما كتير يعني فيه اش هيك كلمات بيشوا بيسألوني مامي شو يعني فا كمان استوحت من هيدا الموضوع لانه صعب كتير صعب الكواعد بس أنا صرت هلأ فيني يعني يعني عطي على الدروس خصوصية كتير قوية صرت جدا لانه اربع ولاد وانا درست هون يعني عندي لخامس مرة عم بعيد البروغرام انا برافو عليك بتي توطل شو قصك مع اب حمدون يعني لا زمان ولا مكان أسهل شي لكاتب لكن انت رحتي بالزمان ورحتي بالمكان وحددت يعني الشتوية حددت حددت المكان حددت الأحيا حددت كتير اشياء شو قصك مع اب حمدون قصتي مع اب حمدون هي قصة كتير بسيطة انه صحبتي معها بالحياة يلي انا هي يعني كمانا كانت من وحي يعني من الأشخاص اللي خلوني يعني استوحي الأفكار تبع المسيحية هي عندها شقة لاب حمدون ها أول شي وأنا بصراحة ما كنت معرفة لاب حمدون مظبوط يعني مرة طالعة معها هي عم تشتغل ع ورشة بيت أو هيك لقيت انه منطقة كتير حلوة ومنطقة كتير تأزت كتير تأزت يعني هي كانت خطوط تماث يعني كيف نحنا ببيروت كان عنا بحرب الجبر اي بحرب الجبر فما بعرف ليش أنا كنت مصرة ألعب بالطيونة لأن الطيونة لما صارت أحداث الطيونة كبوا أنابل على المسرح وتكسر لأزاز وتتدرر المسرح وعفكرة يلي صلح أزاز المسرح هنن يلي صلح بحبوا كتير شغلي وشفوني أنه أنا زعلت وكتبت وقت حطيت أنه ما بقى حدا يسألني ليه ما عم بشتغل مسرح أنه هذا المسرح اللي أنا بشتغل فيه تفضل وشهد ده قولي وهن نصلحوا يعني نبعتوا ناس مشاهدين مشاهدين من محبي مسرح اللي بشتغل أنا والمكان فبالتالي كان عندي أنا إصرار من بعد هيدور الأحداث قلت أنا لو شو ما بده يصير بدي أرجع العب بهيدا المسرح ولما نحترق هذيك السنة زاد الإصرار أنه هيدا المسرح منه خط تماث لأنه كتير ناس بيسألوك أنه ليش هونيك ليش غير المسرح أنه خطوط التماث بعدها بزهون العالم وأنا جوابي أنه داخلكون أنه وقت البدا تعلاق ببيروت وين ما كان يعني إذا أحد وحد بكسر وين أنه بينزل على مسرح إكس وما بينزل على مسرح إكراك ما هو أساس أنا ما بقى ينزل خلاص ومنو كمان شرع ومنو حد الرنك يعني فهون كان عندي إصرار أنه مسرح دوار الشمس ممنوع يكون خط تماز لازم يكون مكان بيلتقوا في العالم بيجتمعوا وبيرجعوا بيقعدوا حد بعض من شو ما كانت طوايفهم ومن شو ما كانت أحزاء انتماءاتهم السياسية والحزبية ولما طلعت على بحمدون أنا معصة حبت الساقة بتطلعة مشوار يعني وشفت هيك قلت أنا لازم حدد هالمكان لأنه بحمدون اليوم عنديك كتير ناس ما بترجع لأنه بتعتبرها خط تماز فهيك تم الاختيار واعتمدت بحمدون ولأنه هي من بحمدون وأعص صديق للي يلي هو من بيت أبو خالد كمان هو من بحمدون يعني سأبت أنا أصحابي لتنين أقرب الشي من أيام المدرسة هن من بحمدون فسميت شخصية دكتور جاك مخباط أبو خالد عاسم صديقي ألبير أبو خالد ومها ظلت مها بالمسرحية حلو على سيرة الدكتور مخباط بدي وجهله تحية وأكيد بكرة حتشوفيه بالعرض سلميلي عليه كتير فضيع قديش كان هيدا الممثل المعن بيعطينا ولا إشارات لكن عم بزد أفكار تعملنا صفعة ورا صفعة هيدا بالتعبير الحقيقي صفعة ورا صفعة شكرا أكيد للمخرجة ما بعث مين المخرجة مين المخرجة يا الله حرم هلكته آجا بس هو بحب هو لو ما شغلي بحبه يعني بيترك الطب هيدا الوقت ما بيترك الطب يعني بس أنه بيتخلى عن هيدا الوقت يلي يمكن يكون عم بيعمل فيه يرتاح أوه تيروح على المسرح ما هو بيعتبر لمسرح علاج لقلو هو لأني كمان شغلي أساسية جاك مخباط هو اشتغل معي بثلاث مسرحيات قبل وبالفترة يلي نحنا كنا كلنا قاعدين بالبيوت وكورونا وانفجار ومشاكل سياسية واقتصادية هو كان جدا تعبين لأنه تعرفي أزمة كورونا تعبته خاصة هو ملادي أفكسيوز يعني هو ضل على التلفزيونيات ومن الأشخاص هو كمان كان باللجنة المقررة الوطنية بموضوع الفيروس فهني كنهار أنا قاعدة بالهالبيت ومحاطة بس ندي الأفشيت والبروشيرات تبع كل وار الفرج المسرحية اللي قبل وعملي ديبريسيون لأنه أنا كل وار الفرج تتذكري هلا سوري توقفت فجأة يعني توقفت وهي بعزة يعني 17 عرض سكيم بقلب إجا قرار الإغلاق إجا قرار الإغلاق فبالتالي من بعد فترة سنتين لأنه ضلينا سنتين وشوية من عاني بيطالفلني مرة بيقللي بدي أطلب منك خدمة بدي بيطالله شو قال لي أنا بستخلص هيدا المعموعة هيدا الكبوس كتبيلي شي بدي أطلع على المسرح بدي وقف بدي أهرب من المستشفيات بدي فيش خلق بدي أطلع بدي أكون حدا تاني على المسرح ما بقى بدي يكون حكيم لأنه هو بينقهر أنا بشوفه لليوم بينقهر بيتلتنوله مرضى ما فيه أدوية وزارة الصحة وما عم بيقدر يأمن لون وأنا اليوم بدي أقولها علنا الدكتور جاك كل شي بيطلعوا من المسرحية لمؤسسة حركة الشبيب الأرثوذكسية إيه ويلي لسيدا يعني هو مرضى السيدا يعني هو بس خليني أخبر شغلي عن دكتور مخباط من سنوات دكتور مخباط بعالج مجانا مجانا إيه بحركة الشبيب الأرثوذكسية صح أطلبوه تجهدوه عن جد عن جد وهو هلأ برجع بقلك يعني كل شي نحنا يعني نحنا عنا اتفاق إنه هو هيدا بروحه للمرضى السيدا ولا يقدر يأمن أدوية وعلاجات فبالتالي قلت له أنا جاك قلت له هلأد تعبين قال لي كتير قلت له أنا كمان تعبيني عدنا نحكي على التليفون قلت له أنا كمان مدبرسي وكذا وكذا قلت له بس وحيتك وحياتك خلص يعني ما تفكر إنه يلي قلت لي هلأ فات من مال وظهر من مال إلى أن أنا حسيت إنه بـ 2023 رجعت هيك شوي حركة شي بسيط كتب حاجزة قبل العيد أنا دقيت له قلت له جاك عم فكر وعندي فكرة وهكي وهيك وبصرت أحكي قلت له أنت عندك استعداد إذا بدي أكتب أكتب لك لأنه أنا بدي أكتب للممثل بكتب للممثل بسيط عم بتخيله قال لي إيه بتمنى بتقول له بس عندك الاستعداد تعمل التزام معي لأنه كل يوم ووقت ودور أساسي إحنا اتنين على المسرح قال لي إيه وهيك بلشيت وإحنا كنا نلعب قبل العيد رجعنا أجلنا من وراء أحداث غزة لأنه ما كنت قادرة أبدا أنا هالمرة كل شي عم بنتجو من جيبتي ما بق عندي يعني انت بتعرفي بهالأوضاع طبع بس أنا يعني لما رحت اشتغلت شوي برة إجلت إج صغيرة إج صغيرة قلت أنا لو شو ما كان بدي أعمل فيها مسرحية حتى تلفنت للممثلين قلت أنه أنا هلأ أمنت أعمل مسرحية مضل ما ضب بالقرشين وعم بشتغل هلأ ومش عارفة أي ساعة الله لا يقدر يعني شو بيصير يوقف كل شي بس قلت أنا ما بعرف أعمل غير شي هلأ أنا مضطرة اشتغل وما بعرف أعمل غير شي شو حي فمن هون التزم معي دكتور مخباط وآخر شهرين كل ليلة كل ليلة كل ليلة تمارين تمارين لوصلنا لهالنتيجة الحلوة ونتيجة رائعة مش حلوة بس اليوم خبرين عن الإقبال يعني نحنا نحضرنا الأسبوع الماضي هار الأربعة مرأة ثلاث عروض الخميس حضرتو مرأة ثلاث عروض كانوا الكتر خير الله مفاولين مفاولين يعني ما في ولا كرسة كان في جمعية جمعيتين أخدين وعرضين مفاولين كمانا والحمد الله هلأ هم بشوف قالتلي المديرة بمكتبة أنتوان إنه البيع كتير قوي ويعني على الأرجح رح نمدد نحنا لنيسان إذا ضل هيك إن شاء الله إن شاء الله يا رب بنتي توطل منشوفي حركة مسرحية اليوم أنا كتير معجبة باللي عم بحضره صح وعب شوفك منتلاقي أوقات كتير بالمسرحيات يمكن التقينة وقتها كانت برناديت حديب مزبوط التقينة وقتها كان جوليا أصار صح بيكنيك عخدو اي مزبوط التقينة بعدة محلة هيد الحركة شو عم بتقلنا وشو أنا شخصياً بدي أحكي وأعطي رأيي خلص شبعنا من تزيف التلفزيون بدنا حقيقة عم فتش على المسرح روحوا على المسرح لاقوا الفرق اكتشفوا الفرق بين التمثيل المسرح وتمثيل التلفزيون هيدا أنا عرقية ورح ترك لقليك تقولي بقية أنا يعني بدن صوتي لصوتك هلا أنا دايماً بقلنوا إنه الممثلين وممثلات التلفزيون هن الشخصيات آيكونية أنت بتحس إنه ما فيك توصليلة وعكل حال يعني أنا ما بشوف شخصيات كتير تشبهنا يعني ما بتابع مسلسلات لما كذب بس ما بشوف ممثلات وممثلين يعني مع احترامي للكلة في منهم بيجننوا أكيد بس في هيك في موجة من التصنع تصنع حتى بالشكل يعني أنا أنا هيدا هون بتوقف عنده ما رح كمل أكتر من هيك ممثل المسرح ما بتفرق معه يبشع حاله ما بتفرق معه العمر وما بتفرق معه التجعيد وما بتفرق معه شي لأنه هو مجبور يكون حقيقي لأنه إذا منه حقيقي الجمهور ما بيتقبله ما بيقدر يتقبله فبالتالي روحوا على المسرح لتشوفوا حتى الصوت حتى الصوت بدي أقلك أنه في شخصيات يعني بيركبولة صوت بالتليفزيون ما بفهم شو بيقرب هيدا الصوت الشخصية أبدا عن جد وعم بتقولي شي كنت بدي أكتبه الليلة لأنه مصر لأحضر رمضان مسلسلات رمضان ومصررة ما أحضر بس عم شوف مختطفات من اللي عم ينزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وأوقات بينفحتوا ببعض المشاهد أنه هيدا المشهد الرائع والمشهد بدي أولى وعلى مسؤوليتي وفيكن ترجموني من هلأ لبكرة الممثل السوري تأثر بالممثل اللبناني وصار متصنع أكتر من الممثل اللبناني وعلى مسؤوليتي وبكون رشقوني رشقوني وبعطيكن أمثلي كمان عن جد هالأد مأهورة أنا ما متابع لأنه كل ليلة أنا عم بشتكي بكون عم بك بس أنا بقول له بقول له الجمهور إذا بدكن حقيقة وبتكن تمثيل لأنه أنت عم بتشوفي مش عم بحكي عن شغلي عم بحكي عن الطاقات اللي عم نشوفها طبعا بليز روحوا على المسرح عيشوا المسرح عيشوا المسرح لأنه لحظة المسرح ما فيها كذب يا بفوت لا دغري الإحساس عقل بكون يما أنتو بتنفروا بتحملوا حالكم بتفلوا وما في حدا عم بيحمل حالوا بيفل التليفزيون كتير هين بكبسة زر بتغيري وبتحضرها عشر مسلسلات شوية منها شوية منها شوية منها لا المسرح نحنا بنشتغله من لحمنا ومن دمنا ومن عرق جبيننا ومنحط كل طقطنا المسرحية يا بتلقطك ساعة ونص يا بتفلط منها ساعة ونص كنا عم نحكي عن العروضات بدي أعرف أراء الأمهات بينتروك بيتشكولك بينتروني بيبوسوني بيقولولي إن حكيت عننا كلنا النسوين كلهم والرجال بعد أكتر بيقولولي إنه هلأ خليتين عنفكر نرجع عن عيد النظر الرجال عم بيظهروا عم بيفكروا من هالمسرحية النسوين عم بيظهروا مبسوطين إنه في حدا نحكي بإسمهم كيف ما برمتني ما بتطلع إليك جميلة أبدا هالجملة شو ما عملت الوحدة وكيف ما عملت تطلع بلها جميل هالجملة عن جد طلع الناس حوليك الله يرحم أمي وإلى يرحم كل الأمهات الله يخلي الأمهات الحاضرين فكروا فيها أنتوا عم بتتعاملوا مع أمهاتكن مع زوجاتكن فكروا فيها فيها هيكي كم شغلية لا معاصمة لا لا مش معصبة أبدا بالعاكس لا بساطة إنه هلقدي حفظة إشية من المسرحية هلقدي يعني علقت عندك كتير فرحت بالعاكس تأثرت عم بقلك ليه معصبة كفية للمسرحية آه ليه معصبة لا أنت هلا بتمسلي كتير مني أجاب يلا بساطة يلا بس إيه ليه معصبة إيه هيدا السؤال بينسأل هيدا كتير شهير هيدا أصعب مشهد شو كان بالمسرحية وخاصة حبينا الليل والنهار عندك حبينا النقل حبينا الأس بين مشهد ومشهد حبينا لعشر تلاف واربعمية وخم واثنين وخمسين نجمة حبينا كتير إشياء أي مشهد كان الأصعب وأي مشهد يلي هيدا هو بات ما في مشهد أصعب كل المشاهد صعبة في منهم تبقى أصعب تقنيا في منهم تبقى أصعب بالتمثيل الريتم في منهم تبقى أصعب على الصعيد الإيموسيون يعني قديش في منهم الكوميديا كتير صعبة الكوميديا كتير صعبة أنت بأوقات بستة الجنة مش عارفة إذا بدون يتحكوها أنا كنت مفكرة أنه هاي أقل مسرحية رح تضحك بصراحة لأنه أكتر مسرحية مكتوبة بواجع طلعت أنه لا أكتر مسرحية عم بتضحك ومعكت بتوقع هالأدحك لكون صادقة معك أيهو أكتر مشهد بتي كلهم مشاهد بتي بس يمكن المونولوغيت هن يعني في ثلاث مونولوغيت يلي أنت ذكرت يون لصان الحلم الإخرانة والشارشف أقولي أقولي أكتر شي بتي كيف أجع بالك هاي دي قصة الشارشف ما رح نحكي عن الشارشف لا لا كيف يعني هالتوصيف يعني إذا فيلسوف بدو يكتبو ما في صيب مشاعر إمرأة بها الأد كيف أجتني الفكرة كنت عم بتنشر غسيل اي 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 ما تستعملي من الشافة لا دكرة أنه نحن بيبالد فيه وشمس وليك تستعملي من الشافة أصلا في كهربة ليش لا تستعملي من الشافة بتاخد كتير بارف عندك صف ما رح أخريك رح أترك لقلك الكلمة الأخيرة وأنا بيعزم بهايك بحب أعزم الناس تحضروا هاي المسرحية تتطلعوا بزوادي زوادي تفش تخلق بمحل وشي نفكر فيه بمحل تلك أنا بدي أشكرك أول شي هلا عن جد يعني من سنين أنا لما نجيت قعدت هون قلتلك شو فرحانة شو مش طيقة لها القعدة لأنه قلت بتتابع شغلي من زمين يعني كل شي بتعرفي هيكي عنديك تسلسل لأفكاري ولمسرحياتي وبتعرفي يعني كل التفاصيل وانت حدا كتير بيهتم بالتفاصيل متل ما أنا بيهتم فيها بالإخراج وبالكتابة بلاحظك انت كنائدة وكاف صحفية كتير تتوقفي على التفاصيل وبشكرك على هيدا الشي أنا كلمة أخيرة بس بدي أقول شغلي نحنا ممثلين المسرح ولم نشتغل على خشبة المسرح نحنا ما قلنا وجود إذا ما فيه جمهور المسلسل بيتصور وبيتصور والممثل بيقبض إجرته وبعدين انعرض أخذ ضجة ما أخذ ضجة مشي ما مشي مش فرقاني معه نحنا لا نحنا منحط كل شي كل طاقتنا الفكرية والمدية والصحية والجسدية والنفسية تنعمل عمل بس هيدا العمل ما بيكتمل إذا الجمهور منه موجود وأنا لما كنت عم بعمل السلوء أول التنبارح وكل ليلة بتوقف العالم وبتوقف وبتزقف قلت للجمهور طلعت معي قلت لهم أنا ما بسوى شي بالنون عن جد فبس بدي إعزم الجمهور إذا بيحب إنه يضل فيه مسرح بلبنان إذا هو حابب إنه يضل عندنا هوية سقفية بها البلد يجي على المسرح وإذا حابب يتسلى كمان وينبسط ويتحك ويشوف كوميدا نظيفة بعد كلامك شو في يقول ما في يقول غير بتمنى لكم النجاح والتوفيق حبيب تمام وقالله يكتر المسارح بفتكر إذا كترت المسارح بتخف غير آفات موجودة بالمجتمع لأنه المسرح هو زوادة واللي بعيش المسرح بيصير صعبة يصدق شي تاني من الفنون المشهدية على الأقل صح المسرح هو نبض الحياة هو نبض المدينة طبعا طبعا شكرا لك باتي توتل المخرجة الممثلة الكاتبة والإنسانة أيضا شكرا هاجوب شكرا للأصدقاء المستمعين والمتابعين وإلى اللقاء عبر صدفة